أعطيني نص أهانة المرأة ما يوجد نص أهانة المرأة أبداً يعطيك دلالة أن ديني جاء كما حفظ حقوق الرجل حفظ حقوق المرأة الدليل الإسلام أعطاني حق طلاق صح؟ ماذا أعطى للمرأة؟ خلع الإسلام أعطاني حق اختيار للمرأة الزوجة الإسلام ماذا أعطى للمرأة؟ القبول موافقة الإسلام أعطاني حق أنه اختيار الزوجة ولأثبت صدقي ماذا علي أن أعطي المرأة؟ المهر الإسلام منحني حق الأبناء ينتسبون إلي باسمي وماذا أعطى للمرأة؟ حق حضانة لا قدر لذا حصل الطلاق بل الله عز وجل لما أخبرنا عن إكرام المرأة قال الرجال قوامون على النساء ما هي تشريف تكليف وظيفتك تعتني بالمرأة وتدير شؤوني المرأة لكن بشرطين بما فضل الله بعضهم على وبما أنفقوه من إيه؟ من أموالهم تصرف عليها تريد أن تكون قيم عليها وما تصرف عليها تفقد نصف القوامة حتى الطلاق لو قال لها أنت طالق ماذا أعطاها الإسلام؟ المؤخر ونفقة ونفقة متعة وما عرف إيه وحضانة العيال حتى تتحمل التكاليف تحمل التبعات هذه أسرة إمرأة لم تأتي من الشارع انظروا للقرآن كيف كرم نحن قرآننا هو المحرك الرئيسي لشرعنا لشريعتنا هو المهيمن قرآننا هو الذي يعلو ولا يعل عليه يحكم ولا يحكم عليه يفصل يفصل بالحق كتاب الله عز وجل ولا يفصل عليه هذا القرآن إنه لقول فصل إذا أردت أن تعلم تكريم الله للمرأة اقرأوا حقوق المرأة سورة النساء اقرأوا كيف وقف الله مع المرأة مع مريم اقرأوا كيف أكرم الله أم موسى عليه السلام لتعلم وزن المرأة في القرآن وزن المرأة في القرآن فلا تأتي يمنح الله للمرأة وزنها في كتابه وتأتي أنت تستخف بها لا تأتي يمنح الله للمرأة كرامة في كتابه وأنت تريد أن تدسها لا تأتي يسمي الله سورة كاملة بالنساء ومريم للمرأة وأنت تريد أن تستحي من اسمها لا تأتي الله عز وجل يغضق المرأة بالعطايا وبالكرم وبالحقوق وبالمسمى مسلمات مؤمنات قانتات عابدات ثم أنت تريد أن تنسفها نسفة كأنها فقط خلقت لخدمتك نحن نخدمهن نفق علينا وهن أيضا يكملنا أيضا بالإحسان لا تهن من أكرمه الله ولا تسقط من رفعه الله وإياك وإياك أن تستخف بمن جعل الله له ثقل هذا قرآننا فكل من أراد أن يستخف المرأة لأ يتحدى الإسلام يتحدى القرآن كل من أراد أن يمتهن المرأة يتحدى القرآن كل ما أن أراد أن يسقط المرأة يتحدى القرآن والله إذا أكرم لا يذل وإذا رفع لا يسقط فكونوا مع القرآن حيثما دار